شاهدنا بالحصيلة النهائية لعدد الحالات حالات الإصابة فيروس كورونا لحد أمسية اليوم تم تشجيل 1423 حالة إصابة بهذا الفيروس فيروس كورونا 173 حالة وفيات بعد أن تم تشجيل اليوم 21 حالة وفاة و 103 حالات مؤكدة بهذا الفيروس كورونا إذن يرتفع العدد الإجمالي إلى 1423 حالة إصابة فيروس كورونا في الجزائر نقسم هذه الإصابات على الولايات في ولاية البوليدة تم تشجيل 474 حالة إصابة فيروس كورونا في الجزائر العاصمة 238 إصابة في ولاية وخران 83 إصابة بجاية 82 حالة مؤكدة بهذا الفيروس ستيف 58 حالة تيزيوز 41 حالة تيلمسان 37 حالة مشاهدين يمكنكم متابعة هذه الأرقام على الجدول الظاهر في الشاشة إذن تيلمسان 37 حالة تيبازا 36 حالة برج بوعرريج 28 حالة عين الدفلة 28 حالة المدية 26 حالة أشلف 25 حالة مستغانم 22 حالة في قسنطينة 21 حالة سكيكدا 19 حالة ولاية بومرداس تم تشجيل 17 حالة مع الجيجي لنفس الرقم 17 حالة مؤكدة فيروس كورونا ولاية معسكا وروادي تم تشجيل 16 حالة في كيلتا الولاياتين باتنا والجلفة 14 حالة سيدة بالعباس 13 حالة ولاية تير بويرة والمبواقع 11 حالة مع عنابة 11 حالة كذلك بسكرة وغلزان 9 حالات عنتيموشنث 8 حالات بشار 6 حالات مع سوق هراس وتسمسيلت 6 حالات قال ما حالتين تبسى 5 حالات ورقلة والمسيلة وخنشلة وأضرار والطارف ورقلة المسيلة خنشلة أضرار والطارف 4 حالات الأغوات 3 حالات إليزي حالتين مع غردايا حالتين فيما تم تشجيل حالة واحدة في كل من ولايات ميلا البيض تيرت ونعامة أعيد أذكر المشاهدين بآخر الأرقام والحالات المؤكدة الموزعة عبر ولايات الوطن العدد الإجمالي 1423 حالة إلى غاية أمسية اليوم في ولاية البليدة تم تشجيل 474 حالة بالجزائر العاصمة تم تشجيل 238 حالة بولاية وهران 83 حالة بولاية بجاية 62 حالة في ولاية سطيف 58 حالة تيزيوزو 41 حالة ترمسان 37 حالة تيبازا 36 حالة إصابة بهذا الفيروس فيروس كورونا ولاية برج بوعريج وعين دفلة 28 حالة المدية 26 حالة شلف 25 حالة مستغانم 22 حالة قسنطينة 21 حالة سكيكدا 19 حالات ولاية بومرداز مع جيجل 17 حالة مع سكر والوادي 16 حالة باتنا والجلفة 14 حالة بولاية سيديب العباس 13 حالة بولاية البويرة أم البواقي وعنابة 11 حالة بولايتي بسكرة وغليزان 9 حالات بولاية تعنتيموشن 8 حالات بولاية بشار سقهراز وتيسمسيل 6 حالات بيقالمة حالتين بولاية تبسة 5 حالات بورقلة والمسيلة وخنشلة وأدرار والطارف 4 حالات الأغوات 3 حالات إليزي مع غردايا حالتين فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من ميلة البيض تيارة انعامة إذن هذه الحالات المؤكدة الموزعة عبر 48 ولاية عبر الوطن العدد الإجمالي لعدد الإصابات بهذا الفيروس 1423 متلا من شهدين في هذا الجدول الظاهر في الشاشة إذن تم تسجيل 173 حالة وفاة جراء هذا الفيروس وتم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 103 حالات وأكد بهذا الفيروس عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية 21 حالة وفاة